موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الفاضلين أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد يقول الله تعالى في القرآن العظيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الفتنة للتمحيص وكشف الصادقين في إيمانهم من الكاذبين لكن هل وقوع الفتنة حتمي بمعزل عن الأسباب أم ثمة أسباب وممهدات تقود في المحصلة إلى وقوع الفتن وهل تجتمع الفتن كلها في هدف واحد وهو كشف الإيمان من عدمه أم ثمة مقاصد وغايات من الفتن ما مظاهر الفتن في واقعنا الراهن وما أهمية الوعي بها في حياة المسلم هذه نخبة من أسئلة هذه الحلقة التي تأتيكم تحت عنوان الفتنة وأهمية وعي المسلم بها نلتقي بعد الفاصل هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث الشريف في جامعة الأزهر أرحب بكم دكتور أهلا وسهلا قبل أن أسألك عن الفتن وندخل في صلب الموضوع لابد أن يتبين السادة المشاهدون ما يقال عن الفتن ومضلات الفتن هل ثم تفارق بين الفتن ومضلات الفتن هنا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعنا في الحقيقة الله تبارك وتعالى له سنن في هذه الحياة وفي الكون تسير بها الأيام وتتقلب بها الليالي وتنتقل بها الأحداث بين أمة وأخرى وبين فرد وآخر وبين جماعة وآخرين وبين طوائف المجتمع كله لا تقف عند حد ولا تنتهي عند سد والغرض من هذا أن الله يقلب الليل والنهار يرسل فيه الأحداث بعلم وحكمة واقتدار ليستمسك الفائز المؤمن أكثر ويستنبه الغافل النائم ويعود الشارد البعيد ويقلم الله عز وجل أظافر الظالمين والمجرمين ويبيد الكافرين والجبابرة وإن كان أجرى بحكمته أن يبقي منهم أثرا فلحكمة ماضية ولعلم محيط الفتنة هي الأحداث المختلطة والرزايا التي تنزل بالناس أو بالجماعات أما السؤال الذي طرحته يا أستاذ جهاد وهو هل هناك فرق بين الفتنة وبين مضلات الفتن في الحقيقة إن المضلات هذه نوع من الفتن المضلات هذه نوع من الفتن لأن عندنا الفتن تدور بين ثلاثة أشياء بين حقيقة الاختبار والابتلاء وبين العقوبات والنازلة بالناس وبين الإضلال والتيه والحيرة فمضلات الفتنة هي الفتن التي يضل الله عز وجل أو يضل الله عز وجل بها من يشاء من عباده كما قال ربنا تعالى وَمَنْ يُلِدِ لَهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وفي الحديث في البخاري أن جماعة الكوفة لما اشتكوا سعدة بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقالوا له إنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير مع السرية هذه الكلمة قالها أبو سعدة هذا رجل من أهل الكوفة فدع عليه سعد بن أبي وقاص بثلاث دعوات وقال اللهم إني أدعوك بثلاث فإني أسألك يعني وذكر منها أن يطول عمره ويتعرض للفتن فبعد ذلك طال عمر هذا الرجل وكان حتى سقط حاجباه على عينه من الكبر والشيخوخة وكان مع كبره وتقدم عمره وإنحناء ظهره وهذه الشيبة لم يداري عيبته إذ كان يمشي في الشارع ويغمز الفتيات والبنات ويعاكسهن كما يقال فلما سئل في ذلك قال رجل مفتون أي يعني ضال مفتون أصابته دعوة سعد وبأيكم المفتون أي الضال فهذه المضلات من الفتن أي التي تضل الناس وتحرفهم عن صراط الله المستقيم ويسيرون في طريق مظلم لا بصيص فيه من أمل من نور ولا يعني باب فيه مفتوح يخرجون منه هم يعني ربما ماتوا فيه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه المضلات من الفتن ويعلم أمته ذلك وعني كما ورد هذا في الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم فالفتنة المضلة هي العمياء التي تأخذ بالناس بعيدا عن صراط الله المستقيم هي الفتنة المظلمة التي لا يهتدي فيها الناس إلى الحق ولا إلى الخير هي الفتنة التي اختلطت فيها الأمور وتشعبت فيها السكك والطرق فلا يستطيع المسلم أن يهتدي فيها سبيلا ولا أن يستبصر بها طريقا ولا أن يسترشد فيها إلى حل ولا شيء إنما يتقلب من ضيق إلى ضيق وظلمة إلى ظلمة وينتقل من تيه إلى آخر هذه هي مضلات الفتن نعم إذن يشرع الاستعاذة من الفتن كما فهمت من كلامك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بها ويعلم المسلمين الاستعاذة منها نعم هذا أمر مشروع بل هو مستحب في حديث أبي هريرة كم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعي كثيرا منها ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في ختام صلاته قبل سلامه فيقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال يعني خمس فتن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله منها ففتنة القبر وما فيه من سؤال ثم ما يعقبه وفتنة النار أي العذاب بها وفتنة المحيا أي كل ما يرسله الله عز وجل من أنواع الفتن والرزايا للأسباب التي ذكرها ربنا في قرآنه سواء كانت للاختبار والامتحان والتمييز بين الناس كما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله ما يشاء وكما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها مصطورة عند الله تبارك تعالى من قبل أن يخلق الأرض وأن يخلق الناس فلهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الفتن المضلة وكل الفتن وكان ولهذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك وكان يحدثهم فيها مرارا وتكرارا فمثلا حديث أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن وأطال الكلام فيها يعني تكلم في الفتن ويعني استرسل صلى الله عليه وسلم في بيانها وتحذير الناس منها فقال حتى ذكر فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء قال رجل وما فتنة الأحلاس يا رسول الله قال هذه يعني هرب وحرب يعني فتنة فيها الحروب تنشأ إما من أكابر السن أو الأكابر المجرمين الذين يجرون الشباب وراءهم إلى تيارات الفتن أو من فتنة السراء التي تنشأ من تحت قدمي رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أظله الله تبارك وتعالى فكان سببا في إفساد الأمة وفي جرها إلى حروب ومقاتل ويعني إلى مظلمات ثم فتنة الدهيماء وهذه فتنة مظلمة ما تدع أحدا من المسلمين ولا من الناس إلا لطمته ربما نحتاج إلى شيء من التفصيل في هذه القضايا دكتور لكن أريد أن أسألك الآن عن هل الفتنة هي أمر حتمي الوقوع بمعزل عن أي أسباب ومقدمات أم لابد من توفر أسباب مقدمات مماهدات حتى تتقع الفتنة وهو ربنا جل جلاله من سننه أنه إذا أراد أمرا هيئ له الأسباب ولذلك الفتن لها أسبابها ولها مقدماتها وأسبابها رقم واحد رقة الدين وانزواء العلم وظهور الجه وفساد الزمان وفساد الأخلاق فالله تبارك وتعالى إما أن يرسل الفتنة لهذه الأسباب تقويما للناس إن استبقاهم وإما أن يعاقبهم بها وإما أن يزيدهم إضلالا بسبب ما هم فيه بتلك الفتن فلذلك لا الفتن لها أسبابها ولها يعني ما يستدعيها وما يدعو إلى وقوعها وإن كانت هي يعني مفاجئة يعني تقع دائما بفجأة حتى تكون فتنة فلا يستطيع المرء أن يتصرف فيها إلا من وفقه الله عز وجل طيب يعني الفتن أحيانا تحار العقول في أمرها وتتوه الأفكار ولا يعرف الإنسان المستق الذي يسلكه فما الحكمة من الفتن إذا ما كانت هذه حال الناس فيها نحن نقول الفتنة لعلتها التي أرسلت لها إذا كانت للاختبار فهي تترك فهي للتنبيه كما قال ربنا تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي اختبارا فيبلوهم بالمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفتنة أمتي في المال أو بالنساء كما قال عليه الصلاة والسلام وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وما تركت كما في حديث آخر حديث أسامة وما تركت فتنة أضر على الرجال من بعدي من النساء فاتقوا الله فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فأيضا الدنيا المال وزخارفة وهكذا فالفتنة بحسب ما يدعو إليها إذا كانت هذه الفتنة ما يدعو إليها واضح عندنا فلذلك لابد أن نستحكم العلاج لها وأن نستدعيه وأن نستحضره وأن نتجنب أسباب الفتنة وأسباب إيقاعها أيضا من أسبابها إحداث البدع المنكرة والانحراف عن منهاج النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام ما أكون عليه اليوم أنا وأصحابي فأن يعود الناس إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فهذا هو يعني عاصم أيضا ما كان في حديث الحوض قال فيطرد قوم من عن حوضي فأقول أمتي أمتي فيقال لي إنك لا تذري ما أحدثوه بعدك فالإحداث بعد النبي عليه الصلاة والسلام الذي حدث مباشرة هو الردة التي قام بها بعض الأعراب ثم بعد ذلك حصلت إحداثات كثيرة تغيير منهاج النبوة في الخلافة تغيير منهاج النبوة بعد ذلك في الحكم والإدارة والسياسة كل هذه إحداثات يعني بعدك هنا ليس معناه البعدية القريبة الزمانية إنما بعدك إلى يوم القيامة يعني فيها استطالة زمانية طيب ما الأدات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم حتى يميز الفتنة التي يراد منها العقوبة أو الفتنة التي يراد منها غير ذلك هو رقم واحد التمييز في الفتن ليس مرده إلى العقول والأفهام إنما مرده إلى الله تبارك وتعالى وما ينشئه في قلوب العباد من العلوم والأفهام والمعارف فقد قال ربنا جل جلاله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه هنا الهداية والتوفيق لحقيقة الفتنة وإذا أقبلت عرفها هذا الرجل وإذا أدبرت يعني عرفها أيضا بما يلقيه الله عز وجل في نفسه من فهم وتوفيق وإدراك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء الذي يتقبلها هذا هو مفتون الذي يتقبل الفتنة ويتعايش معه هذا مفتون والذي ينكرها هذا الإنكار بماذا يحدث يحدث إما بالعلم وإما بالفهم والإدراك وقبل ذلك التوفيق الإلهي التوفيق الإلهي والمعونة الربانية التي تنزل على العبد في هذا بالضبط يا أستاذ جهاد مثل المصيبة حينما تنزل تجد حينما تنزل المصيبة يتلقاها العبد بالصخط والتمرد والتنمر بالله وقضائه وبعضهم يتلقاها بالصبر والرضا والتسليم كيف يكون هذا؟ هذا من توفيق الله تبارك وتعالى ولهذا ندعو الله دائما وأبدا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطل ثم إذا وقعت أن يحفظنا من مضلاتها كما جاء في الحديث النبوي الشريط طيب ثمت فيما تفضلت به دكتور قد يكون ثمت إشكالية يعني ربما ظهر كلامك يتعارض مع الآية التي ذكرتها في مطلع هذه الآية يعني الله سبحانه وتعالى لماذا يوجد الفتن ثم بعد ذلك يقذف في من يشاء من عباده الفهم الصحيح والثبات على الطريقة المستقمة إذن لماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يميز الصادقة من الخبيث يعني قد يبدو للناظر يعني ظاهرا أن هذا شيء يعني حاش لله لكن يكون شيء عبث يعني لماذا يعني يميز الله الخبيث من الكاذب صادقة من الكاذب وهو في النهاية هو يأتي بالفتنة ويقذف في قلوب من يشاء الأفهام الصحيحة والاستقامة ما هو هذا التمييز له أم للناس لو قلنا لهم إذن نحن نتهم رب العالمين بالجهل لو قلنا أنه يميزهم ليعلمهم لا هو يعلم قبل أن يخلقهم إذن التمييز هذا للناس للناس وللملائكة وللحساب إذن وللحساب يجري حسابه تبارك وتعالى لهم على سنن قائمة واضحة ظاهرة ما ظلمناكم نحن ابتليناكم وأنتم لم تصبروا نحن ابتليناكم وأنتم لم تستقيموا نحن ابتليناكم وأنتم لم ترتموا في عتبات الرب جل جلاله لم يرتموا في عتبات الرب لأن الله سبحانه وتعالى لم يقذف في قلوبهم الثبات وإنما اختار أشخاص آخرين ليقذف في قلوبهم يعني أنا دائما أطرح الأسئلة لأن المشاهد يشاهد وربما تنشأ هذه الأسئلة في أذهانهم يختص برحمته من يشاء والله واسع عنه أليس فيه شيء من الجبرية هذا؟ لا لو علمنا قبل الفعل لكان فيه جبرا إنما نحن علمنا بعد الفعل فانتفى الجبر بمعنى لو أنا أعلم أنني سأرصب في الامتحان قبل أن أدخل الامتحان هذا هو الجبر إذن لماذا أدخل الامتحان؟ ما دمت سأرصب هذا هو الجبر إنما الذي وضع الامتحان يدرك بعلمه من من الطلاب ممكن ينجح ومن من الطلاب ممكن يرصب بخبرته القديمة السابقة عن مستوى الطلاب عنده فهو قد يحدد وربما يحدد المتقدمين أيضا والسابقين منهم فهو يدخله هل يحاسبه بهذا العلم السابق في الدراسة أم يحاسبه بالامتحان؟ لا يصنع لهم اختبارا رغم أنه يعلم أن فلان هذا سينجح وفلان هذا سيكون متفوقا وفلان هذا سيرصب فلو عاملهم بعلمه السابق لا صح لهم أن يحتجوا عليه يا أستاذ أنت لم تمتحنا فلماذا رصبنا ولماذا أعطيت هذا وميزته علينا فلذلك أقام الله عز وجل هذه الامتحانات طيب دكتور عفوا عندما يقذف الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس الثبات والأفهام والإدراك للفتن هذه هل يقذفها بناء على أسباب واستعدادات بمعنى أنهم كانوا صالحين أم اختيار من الله بمعزل عن هذه الأسباب؟ الفتنة ليس لها علاقة بهذا الفتنة ولذلك هي فتنة إذن معناها ممكن أن يعيش المرء عاصيا طوال حياته وعند الفتنة مثلا يرزقه الله الاستقامة على الطريق صحيح طيب يعني أليس هذا يتعارض مع عدل الله سبحانه وتعالى؟ ما احنا قلنا المثوبات والعقوبات هي مناط العدل إنما الرحمة والهداية والتوفيق لا علاقة لها بالعدل لأنه فضل والفضل لا علاقة له بالعدل يعني أنت قدمت عملا ستجد عليه الجزاء في الآخرة ستجد عليه الجزاء في الآخرة حينما لا تجده هنا يكون مناط العدل إنما حينما يمتن الله عليك بأمر ما ويتفضل عليك بأمر ما ما علاقة العدل هنا بالله إذن أنا أفهم من كلامي حضرتك دكتور بأن المسلم الآن لا أبأس بأن ينصرف عن العبادة لا يتعبد مثلا ويمضي باقي حياته أنه يدعو الله بأن يثبته عند الفتن ويستوي في ذلك مع العابط طوال حياته لن يحدث هذا لماذا؟ لأنه لم يطلع على أن الله تبارك وتعالى سيناله برحمته فيما بعد ويقذف في قلبه التوفيق والثبات قال الله لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا هل ثبت الله عز وجل نبيه بعدما اختاره أم قبل أن يختاره هذا التثبيت جاء من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو مجاهد كبير هو قدوة المجاهدين وأسوة العابدين صلى الله عليه وسلم فلذلك عندنا نماذج عندنا نماذج هذه النماذج يعني منهم من هداه الله عز وجل بعط طول فساد وقذف الله في قلبه الهداية فاهتدى ومنهم من هداه الله عز وجل في بداية الطريق ومنهم من هداه الله في منتصف الطريق والله يفعل في خلق ما يشاءه أستاذ جهاد وإن كان في قضية الفتنة يعني الله سبحانه وتعالى قال لا يضيع عمل عامل منكم فلا يستقيموا فهما ربما ما هذا ليس هذا من العمل هذا ليس من العمل ما احنا قلنا العمل هذا محطه في الآخرة هذا معنى لا يضيع عمل عامل منكم نريد أن نتوسع في شيء في محاور أخرى ولكن بعد الفاصل نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم لنا عودة يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبالوا بث القناة على مدار القمر نايلسات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن الفتن وأهمية وعي المسلم بها دكتور هل الفتن هي حكر على بلاد المسلمين بمعنى أن الفتن فقط مقتصرة على الأرض الإسلام ما يحصل فيها أم الحروب والفساد والمشاكل التي تحدث خارج أرض الإسلام تدخل في تصنيف الفتن لا الفتن ليست حكرا على أمة دون أخرى ولا أرض دون أخرى ولا جيل دون جيل إنما ما يفتن الله عز وجل به الكفار ليس هو ما يفتن به المسلمين كيف ذاك نعم الفتن التي تنزل بالكفار تجدها دائما فتن ساحقة ماحقة عقوبات ليس فيها نذر ولا اختبار هي كلها عقوبات مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والأمراض الفتاكة هذه فتن؟ هي طبعا والأمراض الفتاكة التي ليس لها علاج ولا يعرفون أسبابها ولا يعرفون من شاءها وفجأة تظهر هكذا بلا مقدمات فهذه أيضا من الفتن وهذه تشابهت بها مجتمعات المسلمين مع مجتمعات الكفار لتشابه نمط الحياة بين الاثنين فتن النساء والمال فتن فتن النساء والمال والدنيا هذه الثلاثة متشابهة في المجتمع المسلم مع المجتمع الكافر وهذه فتنة الضلالة التي قال عنها الله ربنا تعالى وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ أَيْ إِضْلَالَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا هذه واردة هنا وهناك أما الفتنة التي اختص الله عز وجل بها جماعة المسلمين وهي فتنة الاختبار العام الاختبار العام والتنبيه والتمحيص فالله تبارك وتعالى يختبر المسلمين لينبههم ويعيدهم إلى الجادة ويمحص بينهم وبين المحق من المبطل والمهتدي من الضال وهذا فتنة للجماعة المسلمة خاصة بها ولذلك حينما تجد أن ما يفتتن به الكفار يظهر في أرض المسلمين اعلم أن انحراف المسلمين عن دينهم صار انحرافا مشؤوما كبيرا بعيدا جدا هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه مظاهر الانحراف أو مظاهر الفتن في العالم الإسلامي اليوم أبرز هذه المظاهر هل الحروب الدائرة الآن والثورات العربي تدخل في دائرة الفتن أم لها تصطيف آخر لا أهل الأمور المختلطة هذه والظاهر والتي اتضح فيها الحق من الباطل لا علاقة لها بالفتن لكن عمليات القتل الواسع هي ربما تكون فتنة اتساع دائرة القتل نعم والدماء المنتشرة التي يعني فتنة وقد تكون بسبب الانحراف بسبب الانحراف عن الشريعة أو استبدال الشريعة أو تغيير الشريعة أو عدم المعايشة مع الشريعة والتعايش بها فكل هذا قد يكون كذلك في أصل وقد يكون تسلط الكفار من الفتن التي أرادها الله عز وجل وأن الكفار وراء كثير من الفتن التي تحدث في بلاد المسلمين ما حدث في بلاد المسلمين على السمع والبصر هنا وهناك ويجري وجرى ويجري سواء في فلسطين في العراق في كسوف قديما في الشيشان في بلاد الأفريقيا الوسطى الروهانجا كل هذه وراءه الكفار بلا شك ولكن لا بد أن نعلم أن أسبابا كبيرة تقع وراء هذا التسلط ولو شاء الله لسلطهم عليكم دكتور في الحقيقة تاريخ الإسلامي مليء بالفتن طبعا أنا أريد أن أعزل الفتن التي ظهرت في عهد الصحابة سنرفقها بحديث آخر لكن الاحتلال التتار والمغول عندما دخلوا العراق والشام وعاثوا فيها فسادا ثم بعد ذلك جاءت الحملة الصليبية والإفرنجية على بلاد المسلمين في فلسطين ثم بعد ذلك الاحتلالات الأوروبية البريطانية والفرنسية والدنماركية الأخير هي لبلادنا ثم بعد ذلك يأتي الاحتلال الأمريكي هذه المرة من الغرب إلى العراق مرة أخرى طيب متى بدأت الفتن هذه الفتن التي سلطها الله على المسلمين هل ثمت تاريخ محدد مرتبط بعلاقة المسلمين بالشريعة من عدمه ورد في حديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي في البخاري لما قال كنا جلوسا عند عمر فقال من يحفظ الفتنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة فقال حذيفة أنا أحفظها فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وكفرها الصلاة والصيام فقال ليس عن هذا أسأل إنما أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر فقال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا فقال ولا بأس عليك منها فقال عمر يا حذيفة هذا الباب يكسر أم يفتح قال يكسر قال إذا لا يغلق فقال الناس أو قال الشراح وهو وارد في نص الحديث إن الباب هو عمر إن الباب هو عمر وفعلا من بعد أن استشهد عمر رضي الله تعالى عنه على يد ذلك الرجل المجوسي بدأت الفتن ليس شرطا أن تتابع تتابع الدقائق واللحظات إنما هو جاءت في سلاسل يعني قد تكون متباعدة متقاربة ضيقة بعيدة متسعة لكن هو كانت البداية وبعده مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ثم مقتل علي وما حدث بين الصحابة من اقتتال في موقعة الجمل ثم في صفين ثم بعد ذلك ما أنشئ إنشاء في المجتمع المسلم من الملك العضوض وهذه فتنة كبيرة جدا وقعت فيها الأمة الإسلامية رغم أن هذا الملك العضوض الذي قامت به الدولة الأموية والعباسية والعثمانية لها أياد بيضاء على العالم الإسلامي حرست بيضته وحمت حدوده وأقامت معالم الله تبارك وتعالى معالم الإسلام في الأمة وصانتها لكن استنان سنة الملك العضوض واستبدال الخلافة الراشدة به هذه يعني فتنة كبيرة جدا بلا شك نتج عنها الحكم الجبري الذي يعيشه المسلمون في هذه الأوساط أو في هذا الجو البديع من يعني قامت الحروب والقتال والمقاتلة بين الناس على الملك مما استدعى التتار والمغول والحملات الصليبية على العالم الإسلامي حتى وصل الأمر وآلت إلى احتلال العالم الإسلامي وإسقاط دولته وإنهاء خلافته ثم بعد ذلك استبان للكفار أن وجودهم مكلف فقالوا ليحكموا العالم الإسلامي وكلاء عنا باسمنا وهذا ما حدث ولذلك كل هذه فتن وقعت فيها الأمة الإسلامية هذا بلا شك نعم لكن قلت في مطلع الحلقة دكتور أن الفتن سببها رقة في الدين لكن في عهد الصحابة وقعت هذه الفتن فهل ثمت تفريق هنا بين الفتن التي أصابت عصر الصحابة والفتن التي نرها في عالمنا اليوم عصر الصحابة لم يكن كله صحابة كان فيه اختناط لكن السيادة كانت للصالحين والصحابة صحيح ولو وجدت يعني سبب واحد للفساد بيفتح له الطريق على قدره يفتح له الطريق على قدره ولذلك قتل عمر مع وجود الصحابة ومن الذي قتله هذا الذي تظاهر بالإسلام مولى المغيرة بن شعبة جاء به من بلاد الفرس ليقتل عمر رضي الله تعالى عنه إذن فتكون يكون على قدره ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين سبيل النجاة لم يقل زمن الصحابة قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي لكن أليس ثمت تفريق في الفتن من حيث الأسباب والمقاصد والغايات بين الفتن التي أصابت الصحابة وفتنهم هي وبلا شك نعم حدثنا عن هذه الفروقات نعم يعني الفتن التي نزلت في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت يعني مقدمات للفتن التي ستليها وكانت تمهيدا لها ولم تكن من الاتساع والقوة مثل ما يحدث في زماننا أو حتى بعد زمانهم وكانت مساحتها ضيقة محصورة لأن الديانة التي كان يتمتع بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قوية وعميقة وكانت اتصالهم بالإسلام اتصالا متينا راسخا فلذلك يعني لم تجد الفتنة مساحة كبيرة وجدت مكانا صحيح إنما لم تجد مساحة كبيرة ولذلك قال ابن سيرين رضي الله تعالى عنه كما في مقدمة صحيح مسلم كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قال سموا لنا رجالكم فينظر إلى أحاديث أهل السنة فيأخذون حديثهم ويقبلون وينظر إلى أحاديث أهل البدع فلا يقبلون فلذلك الفتنة المقصود بها هنا هل هو مقتل عمر أم مقتل عثمان الجمهور على أنه مقتل عثمان لأن بعده انقسم المجتمع المسلم وانقسمت يعني حتى وصل الانقسام إلى جيل الصحابة نفسه رضي الله تعالى عنهم هذا مشايع لعلي وهذا ناصبي ضد علي وهذا مشايع لعثمان وهذا ضد عثمان يعني هذه إرادة الله تبارك وتعالى ولذلك بدأت من هنا الانقسامات فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في حديثي عبد الله بن مسعود الذي رواه أهل السنن وأحمد تدور راحة الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين أي تبدأ في هذه السنين الثلاثة الحرب الضروس الحامية في الأمة الإسلامية التي يترتب عليها انقسام في العالم الإسلامي وفي المسلمين نفسهم أنفسهم لذلك ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فإن يبقى لهم دينهم يبقى لهم سبعين سنة قال مما بقي أو مما مضى قال على ما مضى يعني مضى أربعين سنة ويبقى مثلها إن شاء الله في الظهور والقوة والمنعة إذن كل هذه السنين لم تكن هي النموذج الذي أراده الله تبارك وتعالى لكن ليست يعني ضحيلة الخير ولا قليلة البر والإحسان إنما لما تقارنها بعصر النبي وعصر الخلافة الراشدة لابد أن تنزل وطهبط في الوزن وفي القيمة لكن إذا قارنت هذه الحقبة المتوسطة بعد سنة أربعين إلى عصر سقوط الخلافة بما بعد سقوط الخلافة لا لا أجهل المقارنة هذه المدة الطويلة من سنة أربعين إلى سنة ألف ثلتمية وكم التي وقعت فيها الخلافة ألف ثلتمية كم وأربعين التي سقطت فيه الخلافة هذا التاريخ الطويل أفضل وأزهى مما بعد سقوط الخلافة لأن بعد سقوط الخلافة تلاه انحصار العالم الإسلامي وتقسيمه وتجزئته وتقزيمه ويعني استصغار دوره وكل هذا نتج عن الفتنة الكبيرة التي حدثت في تنحية الإسلام عن قيادة الحياة يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بأحاديثة عن الفتن أحاديثة كثيرة عن الفتن وقد أفرد لها الإمام البخاري بابا خاصا باب الفتن هل ثمت علاقة وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي زمان وتكون الفتن كثيرة كقطع الليل المظلم وإلى آخره هل ثمت علاقة بين هذه الأحاديث وبين زماننا الراهن وكيف تتجلى هذه العلاقة هو فكرني بالسؤال بس أنا عايزة أبين أني مش البخاري بس اللي عمل باب الفتن لا الفتن هذه واقع في حرف الفا من شرط في شروط الكتاب الذي يسمى كتاب جامع الكتاب الجامع لا بد أن يكون فيه باب في الفتن فعندنا في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي كتب قائمة برأسها لأعني الفتن مثل الفتن لنعيم بن حمد وغيره على كل حال السؤال كان إيبا السؤال هو العلاقة بين أحاديث الفتن التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وبين زماننا هذه زماننا هذا يعني قال يأتي زمان على أمتي تصبح فيه الفتن كقطع الليل المظلم في كثير من الأحاديث هل ثمت يعني هذه الفتن في هذا الزمان العلاقة بينها وبين هذه الأحاديث ما ورد فيها في متنها هو التنبيء النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه أمته إلى هذه الفتن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يبين حنانه وحرصه ورحمته بأمته أنه بيّن لهم هذه الفتن ومواقعها وماذا كيف يتصرفون فيها وكيف يقابلونها وكيف يتعاملون معها فقال مثلا لا تقوم الساعة حتى أو بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا ويمسي مسلما ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي حديث أبي سعيد يصبح فيها مسلما ويمسي كافرا الماشي فيها خير من القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فإذا وقعت نعمل إيها رسول قال كسروا قسيكم واضربوا سيوفكم في الحجارة وأغلقوا عليكم بابكم فإن دخل عليكم فكونوا كخيرا يا ابني آدم هذا عند كل هذا التوجيه عند الفتن التي ليست لها حلول وهي ما تأتي آخر الزمان إنما الفتن التي لها حلول ولم ينتهي دور المسلمين فيها لابد أن يواجهها المسلم وأن يوجد لها الحل ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتن التي ينبغي أن يواجهها المسلم والفتن التي ينبغي أن يفر منها المسلم وبيّن أيضا الحال يعني الحالة الحالة التي يكون فيها المسلم ضعيفا مضطهدا لا يقوى على مواجهة الظلم ولا على مواجهة الكفار فإنما عند الصلاة والسلام قال هنا وعين أنه من خير الناس مسلم يتبع شعف الجبال ويتبع القطرة يعني يفر بدينه من الفتن هذا الفر بدينه من الفتن لأنه لا يقوى عليها إما لأنه فرض ضعيف أو لأن الزمان ليس زمان علاج الفتن أما في زمان علاج الفتن لا فالواجب على الأمة أن تواجه الفتنة وأن تنظر في أسبابها وأن توجد لها الحلول وأن تصلح بين المسلمين وأن تقاتل الفئة الباغية وأن ترد الناس إلى الحق والهدى والعدل لابد أن توجد هذه النخبة وهذه المجموعة الطائفة التي تقاتل على الحق ما بقيت في الأمة عرق وينبض بالحياة وهذا الذي تقوله دكتور محمد يستلزم من الأمة لإدراك التام والإحاطة الوعي بموضوع الفتن هذا ما نريد أن نتحدث عنه بعد الفصل الأخير نستكمل ما تبقى من حلقتنا بعد فاصل أخير ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة وحديثنا في هذه الحلقة مع دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر مرحباً بكم مرة أخرى دكتور يا مرحباً أستاذ جهد بار الله فيك أي قدر من الوعي ينبغي المسلم أن يتمتع به وعي بالفتن وحقائقها والأحاديث الواردة بها أي قدر من الوعي ينبغي أن يتمتع به هو لابد أن يكون عند المسلم من الفقه والعلم والمعرفة ما يفرق به بين أمرين بين زمن الفتن وبين حال الفتن فنحن قلنا قبل هذا الفاصل قلنا أننا عندنا الفتن من حيث الزمن قسمان قسم لا حلول له بل الواجب أن يهرب منه وأن لا يواجهه مثل مثلاً فتن الدجال وهؤلاء لا تواجهه لأن الفتن الدجال خص الله له من يواجهه وهو سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم فالزمن لابد أن تحدد الزمن هل هذا الزمن هو زمن الفتن التي ينبغي أن نواجهها أم أن نهرب منها طيب هل هناك تحديد في الشرع لهذا وهذا يعود إلى العلم فلذلك ينبغي أن الناس أن يتعلموا فقه الفتن وأن يستقرئوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن وأن يستقرئوا معاني الفتنة في القرآن لهذا نقول إن الفتنة إن زمن الفتنة ما هو كل ما كان قبل نهاية زمن الخلافة فهذه فتن ينبغي على المسلمين أن يواجهوها وأن يوجدوا لها الحلول ولا أن يقولوا كما قال المنافقون ومنهم من يقولوا ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وهذا فاصل كبير بين المؤمن الحق ومميز عظيم بينه وبين المنافق الدجال يقول أي مشكلة يقول لا يا عم هذه فتن وأنا لست لها طيب يا أخي تعالى ضع يدك في يدي ونتعاون للحل لا الفتن ينبغي أن نهرب منها لا هذا الفتن التي ينبغي أن نهرب منها هي الفتن التي ستأتي بعد نهاية زمن الخلافة إنما ما دام إن زمن الخلافة قائم ولم ينتهي بعد هذه فتن ينبغي أن تواجه الخلافة في آخر الزمن تقصد الثانية نعم كل هذا الزمن اسم زمن الخلافة حتى تأتي تأتي غدا تأتي بعد غد تأتي بعد مئة سنة كل هذا الزمن اسم زمن الخلافة مدام الزمن الخلافة لم ينتهي وأنه بقي منها بقية إذن فهذه الفتن ينبغي أن تواجه وينبغي أن توضع لها الحلول دولة بغت على أخرى عائلة طغت على أخرى لا نقول ضع سيفك في الحجر وأغلق عليك بابك إذن سيبيض بعضهم بعضا ماذا نصنع؟ قال الله تبارك تعالى فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي لا بد من نصرة الحق ونصرة أهله وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيح انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال هذا المظلوم فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذوا على يديه وأن تمنعه من الظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلذلك هذا واجب المسلم هذا الواجب من أين يتأتى له معرفته؟ يتأتى بالعلم واستقراء وحاديث الفتن والآيات القرآنية التي تكلم الله فيها عن الفتن وأن يجمع فقها الفتنة وأن يتعلم ما يتعلق بفقه الفتن الثاني الحال فتن الحال إذا قلنا الزمن إذا انتهى زمن الخلافة يبقى يهرب من الفتنة أما الحال الحال يعني هل أنا بمفردي ليس معي أحد من المسلمين أم أنا بمفردي ومعي أحد من المسلمين فإن كنتم مفردي ضعيفا فقد أذن الله عز وجل لي بالفرار أو الاعتزال لا بالفرار بالفرار وترك الأرض وترك هذه الأرض لأن أصبحت أرض فتنة لا يجوز لي أن أعيش فيها الفرار يفر بدينه من الفتن كما يحصل في بعض الدول العربية اليوم ممكن ينطبق عليه هذا نعم هذا يفر بدينه من الفتن فإذا وجدت من ينصرني يبقى إذا لا يجوز أن أفر لأنه فرار من الزعف ولذلك هنا ينبغي أن نفرق بين الفرار من الفتنة والفرار من الزعف الفرار من الزعف هو ما وجدت فيه الأدوات وآليات الجهاد إنما الفرار من الفتنة ما لم توجد فيه أدوات وآليات الجهاد من القوة والنصر وهذه الأمور طيب حتى الآن في عصر استشراف المستقبل وتنبؤ له والاستعداد له يعني كيف يمكن لإدراك وفهم وفقه موضوع الفتن وأحاديث التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع كيف يمكن أن يساعد المسلمين في استشراف المستقبل والتجهز له لا بد أن يكون عندهم هذا الميزان النبو الشريف وهو العلم بأحاديث الفتن وفقهها ثانيا كيف نستشرف المستقبل بوقوع الفتنة أو بتلاشيها من حالنا أين أنا أين موقفي من الدين أين ما هي المساحة التي بيني وبين كتاب ربي وسنة نبي كلما اتسعت هذه المساحة إذن فأنا معرض للفتن وكلما ضاقت المساحة يعني ابتعدت الفتن عني ابتعدت الفتن على الأقل الفتن العام إنما الفتن الخاصة هذه لما فر منها لما فر من لا بد أن يختبر الله وعباده ليميز بين الخبيث والطيب وبين الصالح والطالح وبين الدعي والحقيقي وأن يفصل بين منازل الناس عنده في الإيمان والجنة فلا بد من هذا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجد تبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم فهذا إذن لا بد من كما قدمت في الحلقة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وإذن فلا بد من الفتنة لكن هناك فرق بين الفتنة العامة والخاصة والفتنة الماحقة والفتنة المبقية والفتنة التي يعني تبقي المنبهة والفتنة الساحقة الماحقة التي لا تبقي الفتنة المنبهة هذا خير هذا ليس فيه شر هذا تنبيه الله تبارك وتعالى يعني لا يزال يعني يحرص على هدايتي وعلى استقامتي فينبهني إنما الفتنة الماحقة هذه عقوبة معجلة كما في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم إن الله يعجل العقوبة لثلاثة لإلباغي وقاطع الرحم مع ما يدخره لهم في الآخرة يعجل لهم العقوبة في الدنيا مع ما يدخره لهم في الآخرة لكن ألم تخلط هنا دكتور بين العقوبة والفتنة أم إن الفتنة تنطوي على معنى العقوبة ما هي الفتنة منها معنى العقوبة نعم الفتنة منها معنى العقوبة طيب يعني نحن كما درجة العادة في هذا البرنامج دقيقتان أتركهم لك للحديث في موضوع الحلقة مما لم يرد الحديث فيه في طيادها أي وهو أنا أريد أن أذكر نفسي وإخواني المشاهدين أننا معنى ميزان لبيان المفتون من غير المفتون هذا الميزان رقم واحد المساحة التي أو المسافة التي بيني وبين ديني إذا كنت صادقا مع نفسي سأحددها تحديدا صحيحا أما إذا كنت مغفلا أو مخدوعا أو مخادعا فلن تحدد وأنهى في هذه الحالة عرضا للفتنة والفتنة القادمة قد لا تبقي أحدا ولقد لا تكون للتنبيه فأرجو أن يحدد المسلم أولا المسافة بينه وبين دينه هذه واحدة وأن يحرص الثاني أن يحرص على قصر هذه المسافة وضيقها حتى لا يبتعد عن دينه وهو مصدر الأمان له فأما إذا اتسعت فعليه أن يعود الثالثة عليه أن يتعلم فقه الفتن وأن يستقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ففيها بيان وإرشاد في الموقف المسلم من الفتنة كيف يتعامل معها متى يهرب منها متى لا يهرب منها كيف يواجهها كيف لا يواجهها كل هذا ينبغي أن يتعلمه المسلم ويستقرئه في الأحاديث الصحيحة وما أكثرها في كتب السنة الثالثة عليه دائما في رحضات الفتن أن ينضم إلى الصالحين الذين أنعب الله عليهم بحسن استقراء الموقف والتشوف إلى الغد بصورة شرعية صحيحة ولذلك كثير من الناس انضم إلى موقف المنافقين وإلى موقف الدقالين بحجة أنه يحمي نفسه من بطش الظالمين لا هذا ليست رؤية صحيحة هذا فرار أو أن يؤمن موطئ قدم للصالحين عند الحكم وقد سقطه في قضية هذا وحصل هذا لكثيرا ربما من العلماء أشكرك دكتور أشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام هذا ختم هذه الحلقة أشكر في نهاتها ضيفي دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر شكرا لكم في حراسة الله موسيقى 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 موسيقى